لأدرار إعصار ساندي في موعد لا يتجاوز الله بعمساء ليوم الأحد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يقول إن ساندي الذي أصبح إعصارا من الفئة الأولى يتحرك مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كم في الساعة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة مؤكدا أنه قد يتحول إلى أسوأ عاصفة تشهدها أمريكا منذ عشرات السنين ومن المتوقع أن يصل إعصار ساندي ليلة الاثنين أو صباح الثلاثاء إلى السواحل الأمريكية كما يرتقب أن يرتفع منسوب مياه الأمطار إلى 30 سنتيمتر بالإضافة إلى سقوط ثلوج كثيفة في بعض المناطق